تصريح جديد للاتحاد العام التونسي للشغل جاء على لسان القيادة متاعه سامي الطاهري يقول أنه بعد 25 جوليا لم نرى أي إنجاز ويقول أيضاً بل بالعكس تردت الأوضاع على جميع المستويات الشوارع غير صحيح ليس صحيح ربي يهدي هذا يا الطاهري أصلاً أنه اسم الطاهري يجب عليها أن يطهر لسانه أن يطهر لسانه من الكذب والخيانة ويقول الحق لفئدة الشعب التونسي بالعكس حتى وإن غلت المعيشة وموجود عندنا اللوبيات التي تحارب الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس قيس سعيد حفظه الله أنا أقولها حفظه الله ثمم حبوش يقول لا أتملق ولكن في الحقيقة فهل نقصنا من الدين الخارجي للبلاد وقع شوية أو بالأكرة كثير من الغبن للطبقات الشعبية في تونس والاتحاد الشغل المفروض أنه يدافع عن الأجراء يدافع عن الشغالين لا يدافع ولا يتدخل في أمور سياسية شبير ولا يتدخل في السياسة الخارجية للبلاد التونسية يقابل فنان ويقابل فنان ما عندكم الكونفردرالية العالمية للشغل اتكلموا معها عندكم انتومة نقابة تتحدث عن الشغالين وتدافع عن حقوقهم مجد توليتون تريد أن تفرض آرائها وبرامجهم على الدولة يعني تم إنجازات بعد 25 جويل تم إنجازات نراها الإنجازات نراها أكثر حاجة وأنه سطر الدولة على الطريق وعلى منهج محاربة الفساد أنا كنت في إدارة البوسطة شفتم كيف يتعاملون مع المواطن كيف يتعاملون مع الناس بث روح جديدة في شعب التونسي في الإدارة التونسية يعني كما حتى في داخل الإدارة ثم تغيير في المعاملات ثم تغيير ثم حتى الأخلاق لأنها تردت الأخلاق التونسية أخلاق التونسية وكثرة يعني العدوانية فيهم بعد عام 2012 و13 و19 جراء حملات التبغيذ والكراهية والتكفير والتفسيق والآن بدأ الشعب التونسي يعود إلى عادته يعود إلى عاداته من قبل يعود إلى طبيعته التي عاش عليها قرون وقرون وأنه شعب تونس موادة الشعب التونسي طيب شعب طيب ووديع مقارنت بشعوب الأخرى وذكي وخدمين التوانسة يلزمنا نقدمه ويلزمنا نضحيه وهذه كلمة لهؤلاء الطبقة الرسمالية الطبقة الغنية هما استغناموا نجال عهد برقيبة كما قال من عهد برقيبة من قبل برقيبة وزاد يعني تمكنوا وعملوا وعملوا يا أخي انظروا لشعبهم أنتم بغتمشي وتمشي والله أنت ربحوا شيء من القوى الاستعمارية تحطوا أنا في بالي بأن عديد من هؤلاء من رجال العماية في تونس عندهم يعني دوب النسولاليتي فلوسهم ما هاش في تونس فلوسهم البرة يحاربون الاقتصاد يحاربون الإصلاحات الاقتصادية للرئيس يحاربون ويحبوا يعملوا دولة في دولة دولة العميقة لنقولها صراحة دولة عميقة وتدخلوا في السياسة ولو يتدخلوا في الأحزاب إذا دخل المال دخل في السياسة وفي النفوذ يعني يضرها يعني إشنا هو أولغراشية والتي في تونس يسمى الطبقة الأولغراشية يعني الطبقة الغنية المتبرززة المتعاونة مع القوى الاستعمارية في البر لا انتوما يا رجال العمال يتواس أنا هذا نداء للشعب خليوا الشباب يخدم شبابنا هارب خليوا الشباب يخدموهم عاونوهم الشركات الأهلية يا الشباب تونس الشركات الأهلية قوموا بيها أعملوا أسسوا شركات الأهلية اخدموا دوروا الاقتصاد ما تخليوش بلادنا كما هكا راكم تخدموا على مستقبل على عشرة وعشرين وثلاثين واربعين سناء ولا نقعد يديم هكا ندوروا في دوامة فارغة ننقلوا في بعضنا ونظروا في بعضنا وخاصة أن القوى الاستعمارية تتربس بنا الآن وراي كلامه صحيح لكن هو السبب فيه كيفاش هو السبب فيه على خاطر وقتلي هما ما حابوش يخرجوا من المفروض ما يعودش الموضوع بتاعه كي عاودوا لما عاش عنده قوة انت دير انت تشوف كنا قبل نهبتوا لألوين الاتحاد أنا مزيد كيخرج في الريتريت كنا الاتحاد قبل نهبتوا الناس كل نجارة ما عاش نابتوا ما عاش نابتوا ديرنير مو عايت الريتريت بما في يومين الريتريت جاءوا 150 عام هبطتنا جيت قالتنا نطل يوجد 150 بخصون عليه ما عاش فماثيقة ما عاش فماثيقة فيه كان قبائي اخي احنا المتوظفين ولا الريتريتين نحكي على الطبقة الوسطنية اللي هي تخدم يخيشكون اللي بشي دافع عليها رو بمدافع عليها كل اتحاد رو فيها حكومة رغم اللي تواها والرئيس قيس سعيد معناها بالقديم والناس تحبوه ونحبوه ويه 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 ما يقعدين ما يمثل السلطة والسلطة ما ينجم يجي مقابلها مش كونترها مقابلها كان الاتحاد الاتحاد في قبل مصدقيته يخيطوا الريتريتين ناتي كان الريتريتين اللي تابع سين أساس فما اللي تابع سين أر بيس هدوكم تتزايد لهم كما الاكتيف كما الالبانسيوني تتزايد لهم ولي تابع سين أساس لكلهم يدي قادر لما يتزايد السميك السميك يتزايد 7% بعد رقديش اخر مرة الوزير واحد وكاكا واحد وزايد في سبتمبر 2022 ومالسانسة قبل كتتزايد يرجعوا بالرابيل مرجعش بالرابيل بداية من وقتها يا اخي ارأوا الريتريتين معاش كيقبل رو تريتين سايي ووالاده وكبروا ودخلوا وعرسوا بأولادهم ليه رجعوا طوي عرس كبير ويجيب أولاده كبار ومزالوا في الفاكلتين ومزالوا حتى ديليسيا ويعديوا في الباك مزالوا دونك الدنيا أغليت براحينا نقر على الفيسبوك نقر رئيس عاية للوزير قال له معانت عيزمك تعمل تعاود تشوف على ملف متقاعدين ان شاء الله ان شاء الله تتلحلح الأمور وتتحسن يذهب يقول القائل لماذا الاتحاد العام التونسي للشغل افقد المصداقية متاعه ومعاش معانتها ثم حتى غضب في صفوف جزء من الشعب التونسي باش منقولوش كل شعب واضح 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 على الأخر على الأخر كونش اللي ما يحبش يشوف كونش اللي ما يحبش يشوف يخي الناس علش علش ثارت على بورقيبة علش ثارت على بن علي اللي يشد الكرسي ما يحبش سايبوا تثور عليه روالناس قال لونك مديه ده ثانية ثلاثة أربعة ليس تثور عليه لعبة سايبوغسا هو عمل الموندام وحب يزيد لقاء طريقة قانونية هو قانونية أنا مختلقش مش قانونية موقت جيه انتي تخلق قانون للروحك الناس ما عادش ولا تفايق الناس فهمت سايبوغسا خلق انتي تحب تقعد على طول غادي ووك علش هو ما عادش عنده يد قوية فيزا في الدولة انتشققات حتى في الانتشققات بوه هذا كما نجمش نحت عليه خذ أنا ما نعرفوش أنا ما نيش وانا قبل ما نخرج في الاتحاد بعامين نسلخت منهم من الاتحاد نسلخت منهم على خاطر أنا كنت نختف سينة ساسرة ونسلخت من الاتحاد عليش على خاطر الريد تليل ومر ما ايش ما ايش في سالح للا وبدأ تقول السياسة يدخل في السياسة والاتحاد من الدنيا من الوقت بورقيب يدخل في السياسة بو سفا تدخل في السياسة كونتر المستعمر ما هذه بلادك هذه بلادك مش تدخل في السياسة فما حاجات تدخل فيها يعني انسى رفع الواجب النقابي والاجتماع خمسة وخميس عليك فوالا فوالا الواجب النقابي انتاعه كونه يرتقي بالخدام يرتقي بالخدام ضد أي حكومة ضد أي دولة انتاعه أما مش يجي ضدهم معناها يضعون لهم العصاف العجلة واضربات واضربات على بعض وعلى بعض وصير بسا أختي اللي يلزم تعمل الضرب يلزم تعمل الضرب أما في حقه مش في غير حقه تولي تستعمل كمطية لك بش تعمل بها مقاربك اللي تحب عليها ومنتي بالنسبة للفيقة وقلت معناتها فقد مصداقيته وفقد الفيقة متاعه الوزن متاعه هل ما زال الاتحاد وزن حتى كان فقد الفيقة وفقد المساقين يلزم يلزم يفق هو وينسى حب هو ويطلع النوفال جنراسيون جديدة تطلع لاتحاد مش نقص عباد مش نقص كفاءات فيهم ناس عاملين باك بلوس سيس باك بلوس ساد فيهم دا كاترة فيهم أساد الجامعين لو الاتحاد عنده برشة حاجات فهمت خلي النوفال جنراسيون تطلع بكش على يديهم هما الراوالباية حتى كما رينيها شعنا يراوها أولادنا ويراوالي مزال ويخدموه ويراو حتى الانتريتيان بعض سيساء والله يرايش مش نقولك بالنسبة للاتحاد من بعد 25 جميل احنا معادش نؤمنوا به النقبة بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل مشات على روح الناس هذوم اللي موجودين طوى ما يعنيه حتى شي فهمتني تم تردي أوضاعك ما يقول الاتحاد العام التونسي للشغل على كيفة المستويات و25 جميل ما فم حتى انجاز شوف لأ بالعكس الانجازات آآ جاءة موجودة فهمتني آآ سمى برش بعض بعض الاشياء اللي قاعدة تصير توق خاصة في التعيينات وفي التحويرات الناس هذوم اللي موجودين في المناسب ما همش بشي قدموا ما همش بشي يعملوا حتى شي كنا هالمرة اللي فات الرئيس واحده قاعدة يخدم وواحده مش بشي ناجي ما يعمل حتى شي الرئيس ما حبش يسمع كلام الشعب حبش يسمع كلام المواطنين فهمتني الناس هذومة ما همش بشي يقفوا معاهم ما همش بشي عاونوا يلزم يبدلهم يلزم ياخو قرارات صار ما يعني تنتقد في الحكومة الحالية ما هش الوزراء كله إلا بعض الوزراء بعض الوزراء وبعض الولاد وأكثر المعتمدين بعض الوزراء وبعض شوف بعض الوزراء وبعض الولاد وأكثرية المعتمدين فهمتني والإدارة بصيفة عام الإدارة خاصة طوالوزير في بلاستو لا يجدامش يقدم ومن الجميع يعمل حتى شي الإدارة هي اللي تخدمه والإدارة هي اللي تعمل تفهم فيه لوزير إذا كان ما يكونش صارب فهمتني وحاسم في قراراته و الإدارة ما هش تخدم وما يش تعمل حتى شي والوزير بالطريقة هذه ما يقدمش وما يعمل شي يلزم والوزير يكون فهمتني والخدام وكلمته مسموعة باش يناجم يقدم هو الرئيس في بعض الحالات وفي بعض الإدارات نشوفه في قراراته وما يش قاعدات يمشي فهمتني باللسبة للاتحاد أنا كمواطن معاش نستعرف به ما يعنينيش ما يعنينيش على خطر رأيج نكلمك الاتحاد نشامعة فرحات حشات فهمتني الناس هذوما اللي نشوفه فيهم هذوما قاعدين يخدموا في مصالحة مذيقة فهمتني ناس تخدم في مصالحة مذيقة ناس تخدم في أجندات معاينة لا أكثر لا أقل بالنسبة للاتحاد أنا ما نسمعش كلامه لكن بحكم فهمتني الوضع والشي اللي قاعد نعيشه فيه ونشوفه فيه فهمتني الرئيس يلزم يتحرك يتحرك ويبدل النخبة هذية الكولة يلزمها تتبدل عندنا شرفاء وعندنا أكفاء وعندنا مثقفين وعندنا ناس فهمتني لا تنجم تعمل المستحيلات وخاصة قوانين طو فهمتني لا متاع المالية وقوانين متاع كذي قوانين قاعدة قاعدة فهمتني كجوهر قاعدة تتبدل لكن في العمق ربي جراء أصلاح